رحل رسمياً وانضم رسمياً ساديو مانيه بعد رحلة عظيمة جداً مع ليفر بول ينضم إلى باير ميونيخ الألماني باير ميونيخ النهاردة أعلن رسمياً تعاقده مع مانيه في صفقة تكلفت 41 مليون يورو طيب أوضح لكم بس الأول هو للرقم قليل طبعاً أنت نعم تسمع الرقم ده بالنسبة لرقام الكبيرة بتدفع برة تقول إيه ده 41 مليون يورو بس على ساديو مانيه واحد من أهم اللعبين في القارة الأفريقية واحد من أهم اللعبين في الدول الإنجليزي الاسم الكبير ده يبقى 41 مليون يورو بس وفيه لعبات تانية بتاخد 100 أو 100 أو بتتدفع فيها 150 مليون يورو في حاجة غلط لأ مش غلط ولا حاجة لا فاضل له سنة واحدة في تعاقده مع ناديه لوا ليفر بول فالنادي مش هيطلوا بكتر من كده النادي التاني اللي هو باير ميونيخ لما بيجي اشتري أي لعب بيشتري التعاقد بتاعه وانت فاضل لك إيه فاضل لك سنة هدفع تمانهم برقم يعني لكن لو فاضل له 3-4 سنين مع باير بيبقى الرقم على من كده بكتير ده من استقبال ساديو ماني في باير ميونيخ وده مؤتمر التوقيع حاجة رائعة جدا 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 رحلة كبيرة مع باير رحلة كبيرة مع باير راحت الرحلة وخلصت ودلوقتي صلاح مع النجوم الأخرى في ليفر بول يكملوا المشوار لوحدهم بس أنا هنا بقى في حاجة ملاحظة لازم أقف عندها وأتكلم عنها كتير نهاردة ليفر بول بيطلع بيان بيشكر فيه ساديو ماني بايرن بيشكر ليفر بول بيشكر ساديو ماني ويشهد باللعب لعيب ليفر بول بيشكره ساديو ماني ويقولوا عايزين نشوفك مرة تانية ايه ده عادي هو الناس بتيجي وبتمشي وبتقعد وبتتقلق هل بقى تلع ليفر بول اللي احتلع بيان قال عشان يرضي جماهيره على السوشال مادية ما أخد بالك لو انت بصيت على جميل ليفر بول على السوشال مادية زعيين قوي من ساديو ماني ازاي يعني يا ساديو ماني انت بتسيبنا في ظروف صعبة وانت كنت بالنسبة لنا أسطورة ولعيب كبير ليه تسيبنا والكلام ده كله زعيين في بعض الجماهير زعي لنا هل بقى إدارة ليفر بول حب التراضي الجماهير اللي على السوشال مادية دي وقالت لهم اه ده لعب خاين ده لعب بقى على النادي ده لعب ما قدرش اللي النادي عملوا معاه احنا النادي أكبر منه ومن كل اللاعبين الآخرين ولا الهوى راجل قدى مشوار كويس مش بشكل محترم تم بيعه وانت استفاد منه ماليا وخلصت الحكاية فيش بقى خنات وشد هدوم عادي جد الحقيبة تبقى أسهل من كده بكتير أدم مش هربان مثلا يعني هو ما هربش محمد صلاح النهاردة كمان شكر ساديو مانيه وقاله ان انا مستنى شوفك تاني ومستنى تبقى معايا الفترة اللي جاي وخدوا بالكوا بقى من نقطة مهمة ان رحلة محمد صلاح مع ساديو مانيه هي رحلة في منتهى النجاح في منتهى النجاح طبعا احنا كنا هنا في مصر بحكم ده كان بيتكيلوا على السين ده كان ما بيبقى صلوش الكورة ده كان بيبقى زعلان لما صلاح يسجل هدف احنا بنقعد نعمل الكصة وتعجبنا ونمشي فيها تعجبنا احنا الحاجات دي تعجبنا الكصص دي الدرامية احنا كده بنحب الحاجات الدرامية ما بنحبش الحاجات السهلة والعلاقة بينهم كويسة اللي تنساعدوا بعض جدا تنساعدوا بعض جدا على التقلق وانتهى مشوار ساديو مانيه في النهاية مع فريق ليفربول ويبدأ مشوار جديد مع فريق باير ميونيكس لما سألوه على ليفاندوفيسكي هيكمل مش هيكمل هتلعب معي مع الموضوع ده ما يخصنيش وانا مش حطه في اعتباري او مش بفكر فيه ساديو مانيه بقى ارقام مزهلة في الدورة الانجليزية مزهلة في الدورة الانجليزية تعالوا نشوف 343 مباراة في الدورة الانجليزية منهم 269 مباراة مع ليفربول و74 مع ساوس هامتون 145 هدف منهم 120 مع ليفربول ومع ساوس هامتون سجل 25 صناعة أهداف 62 مع ليفربول 48 ومع ساوس هامتون 14 بطلاته الدورة الانجليزية كأس العام الاندية دورة ابطال اوروبا السوبر الاوروبي كأس الربطة الانجليزية كأس الاتحاد الانجليزي ده ساديو مانيه